ادى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا هذا اليوم صلاة الجمعة المباركة بمسجد قصر الاسخير وادى الصلاة بمعية جلالته أصحاب السمو وعدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة وعدد من أصحاب الفضيلة علماء الدين ويأتي ذلك تزامنا مع إطلالة ذكرى المولد النبوي الشريف واستمع عاهل البلاد المعظم والحضور إلى خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية حيث تحدث فضيلته عن السيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده الشريف متوجها بالدعاء في هذا اليوم المبارك إلى الباري عز وجل بأن يحفظ جلالة الملك المعظم ويرعاه ويسدد خطاه ويوفقه لما فيه الخير والصلاح وأن يديم على المملكة وشعبها الوفي نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة جلالته الحكيمة ترجمة نانسي قنقر الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً عباد الله ومن حقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه كل ما ذكر إن قيادًا لأمر الله القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً لذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وأوجب الله على عباده اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل أمر لذا قال ربي سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ولقوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاةً واحدةً صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين الأمة المهديين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم عزَّ الإسلام والمسلمين اللهم عزَّ الإسلام والمسلمين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم وفِّق لي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم بارك له في نفسه وأهله وذريته وأتم عليه الصحة والسلامة والعافية اللهم وفِّقه وولي عهده وانصر به ما دينك وكتابك وسنَّة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنك إذا استودعت أمراً حفظته فاللهم إنا نستودعك ملكنا المعظم وولي عهده الأمين ونستودعك اللهم بلادنا مملكة البحرين نستودعك أمنها وإيمانها وأرضها وسماءها نستودعك شعبها ووحدثها وقوتها اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذا القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وبمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه الجميع مؤكدا أن القيمة الإسلامية الرفيعة تتجلى بحلول هذه المناسبة حيث يستذكر المسلمون السيرة النبوية العطرة والتي يقتدون بتعاليمها السمحة في سائر أحوالهم وتعاملاتهم ويرسخون من خلالها قيم الإخاء والتعايش والسلام مع الجميع حيث أرست سيرته صلى الله عليه وسلم دعائم بناء الإنسان وشهدت حضارة العربي والمسلمين أعلى درجات التقدم بفضل اعتزاز أبنائها بدين الإسلام وتمسكهم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم داعيا المولى جلت قدرته أن يحفظ وطننا الغالي مملكة البحرين وسائر بلاد المسلمين وأن يعود علينا هذه المناسبات الكريمة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وقد أقام جلالة الملك المعظم مأدبة غداء بهذه المناسبة تكريما للحضور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر